ذكر موقع صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أرسل الدعوة إلى منصق أمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة سابقاً يؤاف مردخاي للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي نهاية الشهر الجاري مضيفاً أنه سيلبي هذه الدعوة بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تواجد إسرائيل في المنامة لحضور الورشة الاقتصادية التي ينظمها البيت الأبيض في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري تراهن القيادة الفلسطينية على فشل مؤتمر البحرين نتيجة للموقف الذي اتخذته برفضها المشاركة فيه حيث تعتبر السلطة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع بغياب الجانب الفلسطيني أن تحقق أي شيء يتعلق بالسلام في المنطقة نحن كفلسطينيين على يدينا إجماع على رفض صفقة القرن وبالتالي إجماع على رفض المشاركة بكل ما يمهد لتنفيذ هذه الصفقة المعادية لشعبنا الفلسطيني وفي الوقت الذي من المتوقع أن يقتصر فيه الحضور الإسرائيلي على رجال أعمال إسرائيليين إلى جانب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية السابق في الضفة الغربية يؤاف مردخاي والذي يرأس حاليا شركة نوفارد للاستشارات الدولية طالب الجانب الفلسطيني الدول العربية بعدم حضور المؤتمر ومقاطعته رفضا للتطبيع ودعما للموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية بشكل عام القيادة الفلسطينية تراهن أيضا على الفعاليات التي من المتوقع أن تنظمها الجماهير الفلسطينية في معظم مدن الضفة الغربية تزامنا مع عقد المؤتمر في العاصمة البحرينية نرهن على شعبنا من أنه سيتمكن من دفن المؤتمر في المهد ولن يتمكن هذا المؤتمر من الإخلاع ومن إحداث أو الوصول إلى النتائج التي تتمناها إدارة ترامب إلى ذلك أعلنت كل من السعودية والإمارات حليفة واشنطن في المنطقة مشاركتهما في المؤتمر فيما لا تزال كل من مصر والأردن والمغرب لم تعلن عن موقفها الرسمي حيال تواجدها في المنامة على الرغم من تأكيد البيت الأبيض مشاركة الدول الثلاث في الورشة الاقتصادية